أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا على يوم الأحد 24 يوليو تموز القمر موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح ينكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 3.46 دقيقة عصرا من عصر اليوم الأحد لا تنتقل القمر بعدها لمنزلة الذراح وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء طبعا القمر موجود في برج الجوزاء طيلة اليوم ما في أي زوايا رح تصير خلال هذا اليوم كلها زوايا منفصلة طبعا بمعنى القمر في برج الجوزاء ففي هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا ونشعر بأنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعد تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الحامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا في هاي الفترة استغلالها للانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة لزوايا البطيئة طبعا في عنا أول زاوية هي زاوية تفليت إيجابية بين عطارد وبين المشتري طبعا تأثيراتها لغاية يوم 24 سبعة وعادة عند حدوث هذا الاتصال بين عطارد وبين المشتري نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهاي الفترة مناسبة جدا للاتصال أو بزيد فيها برضو احتمالية السفر لدى البعض أو الاتصالات البعيدة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهاي تأثيراتها لغاية 27 سبعة طبعا هاي زاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي حكينا هاي زاوية بالظل منفصلة ما في إلها اتصال كامل أو ذروة هي زاوية التزديس الإيجابية بين نبتون وبين بلوتو هاي زاوية تأثيراتها لغاية يوم اثنين تسعة بتسبب عودة وضعية قديمة أو وضعية للشخص معين بتدعم من وضعك بشكل أكبر أما بالنسبة للزاوية التي تأثيراتها تقريبا لغاية ساعات ما بعد الظهر هي زاوية راح تحصل عند منتصف هذه الليلة اللي هي السبت على الأحد نكرناها يوم أمس الزاوية الأولى هي زاوية التزديس الإيجابية بين القمر وبين المشتري طبعا هي من عند موعد بث الحلقة لغاية ساعات ما بعد الظهر وهي زاوية متشكلة زاوية التزديس الإيجابية بين القمر وبين المشتري وهي بتخلينا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس الإيجابية بين القمر وبين عطارد وهي تأثيراتها ساعة 11 وذروتها 11.35 دقيقة مساء زي ما حكينا من موعد بث الحلقة لغاية ساعات ما بعد الظهر وهي موجودة هاي الزاوية فبنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم الكتفين، الذراعين، اليدين، الجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والرياتين والوسطات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي هو الجهاز الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها أي أعضاء أخرى فما فيه أي مشاكل بالعمليات الجراحية طبعا هذا اليوم برضو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين خمسة وعشرين سبعة في تمام الساعة ثمانية وأربعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره خمسة وعشرين يوم في تمام الساعة عشر وثمانية وأربعين دقيقة مساءا بيصبح أربعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة عشرين في المية وصلنا لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة مية في المية القمر في الجوزاء حتى يوم خمسة وعشرين سبعة هو الآن سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الأسد حتى يوم أربعة ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الآن في ساعات العصر تقريبا بصير منتحس بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في السرطان حتى يوم حدعش ثمانية سعيد بنسبة عشر في المية المريخ في الثور حتى يوم عشرين ثمانية منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% قرنس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوفعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم القمر موجود في بيت مناسب وقوي جدا بالنسبة لكم فبتنشطوا في مجال السفر والاتصالات بتطالعكم فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء وما تتهربوا منها ممكن يتغير الوضع لصالحكم شرط التحلي بالليونة والديبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندكم الزيارات والتنقلات في منكم رح يكون في نوع من أنواع التعامل ما بينه بين الإخوة والجيران فترة ممتازة جدا لازم تتحركوا لا استغلالها بشكل إيجابي برج الثور بتنهمكم اليوم في ضبط ميزانيتكم ولكن بكم تتجنبون نفقات قدر الإمكان ممكن تقلقوا بشأن مصاريف إلها علاقة بتصلحات أو لاستحقاقات مالية أهم شيء أنكم تتجنبون زوات التسوء حاضروا من تهديد الاستقرار المالي اللي ممكن يشكون شوي في بعض التقلبات أو تنشغله ببعض المسائل المالية المتنوعة زي دفع فواتير أو استحقاقات أو استرداد بعض الأموال الأجواء جيدة لها بعض المكاسب المالية اللي تيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم عندكم قدرة عالية على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ممكن اليوم تلمسوا انفراج وترتفع معنوياتكم بشكل ملحوظ تواجه الوقاع بمنطق وعزيمة وممكن اليوم تتلقى جواب كنت بتنتظروا بالفترة الماضية هذه الفترة ممتازة جدا وبممكن أنها توضح لك كثير من الأمور بانتظارك اليوم لقاء أو مرحلة جديدة طبعا طاقتك اليوم علي جدا حتى على مستوى العاطفي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بناء للتعب منكم لليوم الثاني على التوالي ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم حاولوا أنك تبتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشعونة بالإنفعالات وحاولوا أنك تأخذوا قصة من الراحة لأنه ممكن تعيش خلال هذا اليوم لحظات فيها بعض الصعوبة فعشان هيك بدك تحذر من الفشل أو الالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء وهاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم حاول أنك تضغط على حالك شوي لأنه ما رح تقدر تنجز كل أعمالك بشكل كامل دون مواسطة أو تدخل أحدهم أو استشارة أهل الاقتصاد تبتطمئن مخوفك نوعا ما واليوم وبتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل تفائل بالخير فترة مناسبة جدا للدعوات أو لحضور مناسبة أو حفلة أو شيء اجتماعي برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وممكن اليوم تقدم أفضل ما عندك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ بدك تكون على قدر المسئولية وحاول إنك ما تتردد بطلب رأيي أو مساعدة أحدهم إلك دع خجلك جانبا وعبر عن أراءك بثقة وجراءة وتجنب الكلام القارص برج الميزان طبعا بالنسبة لموليد برج الميزان اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات حاول إنك تبحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما وبتكثر عندك الانشغالات الإدارية عشان هيك بدك تحاذر من المتاعب الصحية اليوم بالنسبة لإلك يعني في كثير من المزايا على مستوى السفر والاتصالات البعيدة وتعامل مع الأجانب بعطيك إيجابيات عالية جدا ولكن حبيت أبدأ بالتحذيرات على أساس أنك تكون منتبه وتستغل هذا اليوم بشكل جيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وسارعوا لترتيب الأوراق وملفاتكم إن تحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أهم إشي إنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء طبعا الأجواء المالية جيدة ولكن كلها بتيجي عن طريق مشترك يعني عن طريق بنك ضريبة تأمين أو استرداد بعض الأموال برج القوس بوسعكم تحزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة وهاي فترة شوي بتكون صعبة لأن القمر موجود مقابلك تماما فبتدخل خلال هاي الفترة بعض الهموم المسؤوليات بتعيش لحظات صعبة ومحرجة وبتعاكسك الظروف وممكن تظهر لك معاكسة كبيرة تعتبر فترة ضاغطة أهم إشي إنه خلال هذا اليوم ما تخالف القوانين ما تكون ساخر وابعد عن المشاكل قدر الإمكان برج الجدي بالنسبة لما ولد برج الجدي بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتنتبهوا لصحتكم حذروا من بعض التراجع الصحي للبعض طبعا مش بشكل خطر حاولوا انكوا تباكروا لعملكم اتركوا مساحة للغير للتحرك ما تفرضوا سلطتكم وخصوصا على زملائكم بالعمل باستطاعتكم حسم الأمور لصالحكم واتخاذ قرارات جريئة خصوصا إذا كنتم استعد لذلك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح لكنك ممكن تضطر لمساعدة أحد الأولاد أو الأحباء خلال هذا اليوم وبرضو في بعضكم ممكن يفاجئوكم بالوقوف لجانبكم فحاولوا أن تكونوا شاكرين لإلهم وما تنسوا رد الجميل الأجواء داعم لإلكم بقوة على المستوى العاطفي وعلى المستوى المالي وعلى المستوى الترفيه ومستوى الهوايات برضو برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا اليوم تنهمكوا بأمور اللي هاصلة بالبيت والعائلة وممكن تخصص وقت مهم لعائلتك ولشونك الخاصة أهم شيء أنك ما تتسرح في الحكم على الأمور والأشخاص اللي ممكن أنك تعاني من سوء تفاهم أو شكل أثناء التعامل معهم فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب حاول أنك ما تدخل بأي مشاكل عائلية وهو عزز علاقاتك الإجتماعية العائلية بشكل جيد في منك ورح يكون في عنده مناسبة أو حدث عائلي مميز هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء